اشتركوا في القناة في هذا الفيديو سنقدم لكم درس من حتي الكارب المستمر وهو درس أصلي تلاميذ السنة الأولى إعدادي للأسدس الثاني إذن قبل ما نبدأوا الدرس أذكركم بالنسل ما زال ما تشتركوا في القناة إضغطوا على زر الاشتراك الذي يوجد في يمين الأسفل للفيديو في هذا المكان هذا ليصلكم كل جديد من القناة وحاولوا تفعيل زر الجرس إذن لنبدأ على بركة الله بالبرس إذن نبدأ بواحد وضعية وضعية انطلاق إذن الوضعية الانطلاق هي كالتالي لماذا عند الضغط على الزر الأخضر يعني هذا الزر هذا الليكين هنا تتجه السيارة إلى الأمام وعند الضغط على الزر الأحمر تتجه إلى الوضع إذن هذه اللعبة للسيارة بطبيع الحال الأغلبية ديالكم وإن لم أقول لكم إن عبتوا بها مني كنتوا صغار أو لا شفتوا استعمال ديالها فكتكون من واحد الجهاز التحكم في زرين غالبا زر أخضر وزر أحمر الزر الأخضر كي يخلي السيارة أنها تحرك نحو الأمام والزر الأحمر كي يخليها ترجع الوراء إذن نتسأل في الدرس هذا لماذا عندما نضغط على هذا الزر الأخضر يعني تتجه السيارة نحو الأمام والعكس عندما نضغط على الزر الأحمر تتجه إلى الوراء إذن هنا مجموعة من تساؤلات لكي أترح لكم إن كنتوا صغار كيف تعمل هذه السيارة إلى آخره ولماذا تتجه طارئا إلى الوراء وطارئا نحو الأمام إذن هنا مجموعة من الأجوبة اللي ممكن تتطرحه كأن السيارة يتم تحكم بها بواسطة هذا الجهاز وأن السيارة فيها مركبة إلكترونية التي تتحكم بالسيارة إلى آخر هنا كمجموعة من الأجوبة لكن هنحاول نشوفه المكونة دي السيارة باش نجوء للسؤال من ضعش الوقت أكتر المكونة دي السيارة إذن إذا فتحناها السيارة شنو هدلقوا فيها طبيعة حال هدلقوا فيها أسلاك هاوم الأسلاك كي يبين لكم أغادين فيها كان فيها الهيكل ذي السيارة اللي هو مصنوع من البلاستيك اللي هو الهيكل سواء من داخل أو الخارج لعجلات إلى آخره وكان واحد المركبة إلكترونية مهمة جدا ولا واحد مستقبل اللي هو المحرك إذا المحرك هو السبب الرئيسي في تحرك هذه السيارة لكن لماذا تتحرك نحو الأمام أو الخلف سنجيب عن هذا السؤال من بعد إذن المحرك هو الذي يحرك السيارة إذن السيارة كلها اللي كي عمنا فيها والمحرك والدينامو كنقول بدرجة الدينامو إذن ذلك المحرك هادي نحاولو نديره عليه تجارب باش نجاوبه على السؤال ديرات الوضعية هذه إذا المحرك هو هذا هذا هو المحرك اللي كان عندنا سنضع المحرك في دارة كهربائية كما تلاحظون نجز دارة كهربائية مكونة من محرك ومولد وأسلك الرب ثم نعكس مربطيه مربطي العمود إذا لاحظوا جيدا عندنا محرك هنا عندنا العمود هنا كان عندنا العمود هذه ليست بطارية إنما العمود للقيمة دياله هي 4.5 فولت لاحظوا القطب الموجة ربطناها بالسلك الأحمر والقطب الساليب ربطناها بالسلك يعني الأسود من بعد دوران ديال المحرك وطب الآن عندنا القطع التيار سنقوم بعكس المربطين ديال العمود إذا تجربة ديالنا هي هذه عندنا هنا أسلك التوصيل عندنا هنا العمود وليس البطارية عندنا قطع ديال القاطعة وعندنا محرك كهربائي إذا سنغلق قطع التيار بعد ذلك نلاحظ دوران المحرك في اتجاه فهذا الاتجاه هذا كما تلاحظوا اتجاه عكس عقارب الساعة بعد ذلك نقلب هذه المربطين لاحظوا جيدا أو مقلب المربطين الموجة بولا هنا الأسود والسليب هنا لاحظوا جيدا دوران ديال محرك في الجهة المعاكسة في عكس أو في اتجاه عقارب الساعة تفقين؟ إذا في الحالة الأولى كانت تدورا ديال المحرك افتجاه أو عكس عقارب الساعة في الحالة الثانية في اتجاه عقارب الساعة إذا هنا عندما أغيرنا المربطين ديال العمود تم تغيير اتجاه ديال المحرك أو المنحة ديال المحرك نستنتج بطبيع الحال أنه لتيار الكهربائي لديه منحة يعني من الغير القطبين مربطين للعمل تغير المنحة لطيار الكهربائي يتضح مما سابق أنه لطيار الكهربائي منحة ولمنحة ليس عرفنا ما من الموجب يتجهي من الموجب إلى السالب أو من القطب السالب إلى القطب الموجب هذا هو السؤال الذي سنطرحه وانجيبه عنه إذن ما هو منحة طيار الكهربائي إذن عرفنا بجربة المحرك أنه كان منحة طيار الكهربائي لكن السؤال هو ما هو من أين يتجي هذا المنح هذا هل ملقط المجاب إلى السالب أم العكس وهكذا إذن نمشي الآن ندر واحد جربة لمعرفة منحة طيار الكهربائي إذن سننجز تركيبا كهربائيا مكون من عمود ومصباح وقاطع طيار وأسلاك توصيل وصمام تنائي إذن هو الصمام تنائي ووظيفته السماح بمرور الطيار الكهربائي في منحة واحد موافق لمنحة السامة محدد له الرمز ذات الصمام تنائي هو هذا الدور ذات الصمام تنائي هو السماح بمرور طيار الكهربائي في المنحة المشار إليه بمعنى إلى أندي الصمام تنائي مثلا طيار الكهربائي جاي فالسلك فالمنح هذا سيسمح بمرور طيار الكهربائي لماذا؟ لأنه غادي مع السهم الذي كان فيه أصلا أما إلى جهة تيار الكهربائي في الجهة المعاكسة لن يسمح الصمام التنائي بمرور التيار الكهربائي لأن هذا الرمز يعتبر الصمام بحل شي حاجز لا يسمح بالتيار الكهربائي بالمرور إذن الصمام التنائي هو مركبة إلكترونية صغيرة جدا كتواجه في الأجهزة الإلكترونية مثل الراديو و تلفاز إلى آخرين التفقيل، نرى ما يوقف ،ركبنا الصمام التنائي هو هذا لقد معسلت مسباح , قطير طير وعند أقص Dedک تماما في الحالة الأولى ، نرى ركبناه في الإثارات في التركيب الجرابي العام الجبbeitet إذا انطلاقا من تركيب الكهربائي 1 و2 ما ن ésamad اذا نلاحظ إضاءة المسباح في التركيب الكهربائي 1 وعدم إضاءة المصباح في تركيب الكهربائي 2 ما هو السبب؟ اذا السبب في نظركم في الحالة الأولى التركيب الكهربائي 2 تم إضاءة المصباح بما أن الصمام تنائي يركبناه حالة شكل فهذا يعني أنه سمح بمرور القهربائي وبتالي من هنا ياتيه التي يصبح من هنا إذا إليه من هنا لأن يسمح بمرور ويجه من هاتي السلكس هذا حالة شكل وبتالي فبما ان تيار الكهربائي داخل مع تيار الكهربائي فانه سيسمح بمرور التيار الكهربائي وبتالي سيضيء المسباح في الحالة الثانية إلاجة تيار الكهربائي من هذا المكان هل سيسمح بمرور تيار الكهربائي لا بطبيعة الحال لانه مقلوب هنا يمكن تطلب حالشي حاجز كما شرحت لكم هنا وبتالي لن يسمح بمرور تيار الكهربائي ولن يضيء المسباح تفقين وبتالي نشنو كنستنجو من هذه الجربة دي كنستنجو ان التيار الكهربائي بطبيعة الحال منحة والمنحة دياله منين هل من القطب الموجب الى الساليب ام العكس إذا انتلاقا من هذه الجربة دي تضيح ان التيار الكهربائي منحة من القطب الموجب وهذا خرج من القطب الموجب وغادي سيمر عبر الاسلاك وسيتجه الى القطب الساليب تفقين الجليب الثاني لن less we can add some time لان تيل كاربائي صحيح خرج من الخط بالموجب ولكن الصمام تنائي سيمنعه من المرور ولن يضيئ المصباح مش نشوفه ملاحظات لممكن انكم تدونوه و تكتبوهن لان يضيئ المصباح في التركيب الكاربائي واحد لان الصمام تنائي يسمح بمرور تيل كاربائي و لا يضيئ المصباح في التركيب الكاربائي 2 السبب لماذا لماذا لا يضيئ المصباح هنا لأن الصمام التنائي يمنع ذلك لأن الصمام التنائي لا يسمح بذلك مما يدل على أن التيار الكهربائي منحة وهو خاصية من خاصية التيار الكهربائي المستمر إذن من بين خاصية التيار الكهربائي المستمر أن التيار الكهربائي منحة عنده المنحة ديالو والمنحة ديالو شنو قلنا عليه هو دائما يخرج من القطب الموجب ويمر عبر عناصر الدرو ويتجي إلى القطب السالب إذا استنتاج يمره التيار الكهربائي المستمر خارج المولد عن داخله خارج المولد عن المولد لن يتحرك في الداخل يمر من القطب الموجب من القطب الموجب في دار الكهربائي مغلقة من القطب الموجب الى القطب السالي للمولد اذا عقله عليه مهم جدا في الدرس هذا اذا المنحه عرفنا الان ونرمز له بسام بحالة شكل اذا الارضة البال في دار الكهربائيه مثلنا بسام هاو كنتلو بسام ما كان ديروش بزرد الاسهم كان ديرو على الاقل سام بين عنصرين باش من كتروش الاسهم في الحالة الثانية ما متلتوش لانتالي الكهربائي لا يمر في الدارة متفقين اذا انتقلوا الى اذا بعدما طرفنا على مفهوم المنحه انتقلوا حوج خورو نشوفوهم من بينها كان لنا ملحوظة يرمزوا لتيار الكهربائي المستمر اذا تيار الكهربائي باش نقل من قرروا الملحوظة تيار الكهربائي في نوعين كان تيار كهربائي مستمر وكان تيار كهربائي متناوب جيبا ان كان تدعوا انواع تيار الكهربائي بانسبب تيار الكهربائي المستمر هو اللي يكون في العمود وكان في البطاريات وكان في البطاريات مع تعلان اليوم تيار الكهربائي متناوب جيبي يتم جد من قرر الشمه ما نحن نحضره عليه لكن هو اللي كان في المنزل ما أخذ الطيار إلى آخره ولكن لن نتحدث عن الطيار الكهربائي المتنوب جيبي إذن نحن قمت بتحديده للطيار الكهربائي المستمر اللي كان في العمود والبطاريات إلى آخره تفقين إذن يرمز للطيار الكهربائي المستمر الذي تنتجه الأعمدة إذن نحضرنا عليه هنا و بجميع أنواعها والبطاريات نرمز له بالحرف تساوي أو DC عقل على هذا الرمز نحتاجه في قراءة جاية إذن يرمز للطيار الكهربائي مستمر رمز للطيار الكهربائي المستمر هو DC أو تساوي إذن عندكم تخلطوا بين هذا الرمز DC أو تساوي وتخلطوا بين هذا الرمز الذي نرى اليوم وتخلطوا بين المنحة هذا المنحة الطيار الكهربائي المنحة كان متلو في الدارة الكهربائية هذا الرمز هذا ليه لش؟ ديال الصمام الصمام الثنائي وهذا رمز رمز التيار الكهربائي إذن نركزه معي هذا الصمام ثنائي هذا الرمز ليه لطيار الكهربائي وهذا المنحة لطيار الكهربائي سوف ينفهم إذن هذا الشي اللي كان في الفقراء ديال المنحة والدرس المنحة دي مش نشوفه تمارين تطبيقية باش نفهمه أكثر إذن عندنا السؤال الأول حدد الحالة التي سيضيء فيها المصباح إذن عندنا مجموعة من الحالات ونشوفه الحالة التي سيضيء فيها المصباح هل هنا قطب موجب ساليب موجب ساليب اهم موجب اهم مع 這個 سالب بدأ بالحالة إذن كي نعرف هل سيضيء في المصباح 어느 منحة ديال الكهربائي وصلنا بال� clown باقي القطب ي convenience そして نحن ب Clinton قولنا أنه يقوم Gas quo يخرج من القطب الموجب أو القطب موجب وهيقومس ق psychiatric hug ということで يمشي الى قطب السالب كنت لاحظوا ه Are There Talip وصلنا الآن ونشوفه لا شأ digamos� الصمام تنقي سمحه بمرور تيل الكهربائي نعم طبعي الحال لانا سوف محل السامل الذي يشير إليه اذان اذكر الصمام تنقي هو هذا إلا جاي تيل الكهربائي في السامل المشار إليه فسيسمح بمرور تيل الكهربائي إلا جايه في الجهة المعاكسة لن يسمح بمرور الكهربائي هذا حالة الأولى يضيء يضيء المصبح نديرو لي الإضاءة هو نشجع في الحالة الثانية على القطب الموجب إذن رسموا الأسهم من القطب الموجب إلى القطب السالب إذن اللحظوا هنا هل سيضئ في هذه الحالة الصمام تنائي؟ لا، عفوا، عفوا، هل سيضئ المسباح؟ لا، طبع، الحال أن الصمام تنائي لا يسمح بذلك نمركبينه في المنحة المعاكس إذن فالحالة لا يضئ وبتالي هنا ماش نزيد الأسهم وكملهم الحالة السيء هل سيسمح بمرضة الكاربائي؟ نعم، نكملوا نعم، ونضروا الإضاءة المسباح إذن فالحالة يضئ الحالة الآخرة هي الحالة الد نمشوا من القطب الموجب نمشوا المسباح صممتنا إذن سيسمح بمرضة الكاربائي؟ نعم، وبالتالي سيضئ المسباح دون مشاكل سوف يوضح إذن تتبقى قراءة سهل الموعج سوف ترى السؤال الثاني حدد الحالات التي سيؤدي بها ستؤدي لدور المحرك الآن نشوفه المحرك نفس الطريقة، نخط موجب ساليب أرسمه المنحة للتائر الكاربائي كان مثل هو بسهم وهنا هل سيسمح بمرضة الكاربائي؟ طيب الحال لا، وبتالي هنا في هذه الحالة لن يدور المحرك نمشوا الحالة الثانية، نقاط موجب ساليب كان نخرج من القطب الموجب وكان نمشوا القطب الساليب فهذه الحالة سيسمح بمرضة الكاربائي سواء سمام تناعي الأول دي واحد أو دي اثنان وبتالي، فسيدور المحرك الدوران بحالة الشكل الحالة السيء نقص زائد، نكمله بنفس الطريقة سيسمح صمام تناعي بمرضة الكاربائي، لكن دي اثنان سمام تاني لن يسمح بمرضة الكاربائي وبتالي، لا يدور لنا هذا المحرك هذا بالنسبة للحالة الأخيرة اللي هي الحالة دي صمام تناعي، طبيعا نمشوا من القطب الموجب الساليب صمام تناعي دي واحد سيسمح بمرضة الكاربائي وهذه نمشوا لدي اثنان فهذه الحالة نعم سيسمح بمرضة الكاربائي وبتالي سيتحرك المحرك الدوران بحالة الشكل تفقين؟ اذا كانت تمنى ان الفقرة دي المنح تكون واضحة او الدرس دي المنح يكون واضح ما في شي مشاكل، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة